بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلاب السنوية العامة شعبة الرياضيات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير بمناسبة بداية الترن التاني إن شاء الله لقاءنا النهاردة هيكون في مادة التفاضل والتكامل عنوان درسنا هو تكامل الدوال المسلسية سبق درسنا اشتقاق الدوال المسلسية وتكاملها في الصف الثاني السنوي ولكن في تالتة سنوي هناخدها بشكل أقصر عمقا وأقصر قوة من اللي درسناها في الصف الثاني السنوي تعالوا الأول نفكركم إزاي كنا بنجيب اشتقاق الدوال المسلسية لإني طالما عارف قاعدة الاشتقاق سهولة جدا أعرف قاعدة التكامل إحنا عارفين طبعا إن مشتقط الدلة المسلسية جاء ألف سين زاد بي هو مشتقطها ألف جاء ألف سين زاد بي يعني مشتقط الجاء جاء كذلك عارفين إن صوت تساوي جتا ألف سين زاد بي يبقى مشتقط هذه الدلة هو سالب ألف جاء ألف سين زاد بي كذلك عارفين إن مشتقط الدلة المسلسية زاء ألف سين زاد بي طبعا مشتقطها هيكون ألف قا تربيع ألف سين زاد بي كذلك اتعلمنا مشتقط مقلوبات الدوال المسلسية عارفين كواس جدا أن مشتقط ق ألف سين زاد ب هو ألف ق ألف سين زاد ب زا ألف سين زاد ب يعني مشتقط القا قا زا كذلك مشتقط القطة ألف سين زاد ب هو سالب ألف قطة ألف سين زاد ب زا تا ألف سين زاد ب يعني نقدر نقول أن مشتقط القطة هو سالب قطة زا تا قاعدة الأخيرة في الاشتقاق صوت تساوي زاطة زاطة ألف سين زاد ب اتفعنا إن مشتقة الزاطة سالب قطة تربيع نفس الدلة هنقول سالب ألف قطة تربيع ألف سين زاد ب اللي أمامي اسمه اشتقاق الدوال المثلثي طيب طالما أنا عارف قاعدة الاشتقاق يبقى من البديه جدا أعرف قاعدة التكامل نحن قلنا التكامل هو المشتقة العكسية يعني عكس عملية الاشتقاق طالما مشتقة الجا جتة يبقى مؤكد تكامل الجتة هو جا كذلك مشتقة الجتة زي ما قلنا سالب جا يبقى أكيد تكامل الجا هو سالب جتة وهكذا تعالوا مع بعض نشوف قواعد التكامل تكامل جا ألف سين زاد ب هنقول تكامل الجا سالب جتة مع ملاحظة لما كنا بنشتق كنا بنضرب في مشتقة الزاوية نفسها أما في التكامل بنقسم على مشتقة الزاوية نفسها وبالتالي أقدر أقول أن تكامل جا ألف سين زاد بيه هو سالب واحد على ألف جا ألف سين زاد بيه ومنساش طبعا سابق التكامل كذلك تكامل جا ألف سين زاد بيه بالنسبة لسين هو واحد على ألف جا ألف سين زاد بيه زاد سابق التكامل يبقى تكامل الجا سالب جا وتكامل الجا هو جا أيضا تكامل قاطر بيع ألف سίν زاد ب هو واحد على ألف زا ألف سين زاد ب إذن فيهمنا كويس جدا طالما نعرف أصل قاعدة الاشتقاق بسهولة جدا قاعدة قاعدة التكامل مشتقط الجا جتة يبقى تكامل الجتة جا مشتقط الجتة سالب جا يبقى تكامل الجا سالب جاتة مشتقط الضا قاطر بيع يبقى أكيد تكامل القاطر بيع هو Z مع الفرق طبعا في حالة الاشتقاق بنضرب في مشتقط ما بداخل الدلة يعني مشتقط الزاوية نفسها أما في حالة التكامل بنقسم على مشتقط الزاوية نفسها أيضا درسنا أن مشتقط للK هو KZ يبقى مؤكد تكامل للKZ هو K يعني تكامل K ألف سين زائد به زا ألف سين زائد به بالنسبة لسين هيكون واحد على ألف K ألف سين زائد به كذلك تكامل قطة ألف سين زائد به زا ألف سين زائد به يبقى تكامل القطة زا هو سالب واحد على ألف قطة ألف سين زائد به آخر حاجة تكامل قطة تربيع ألف سين زائد به بالنسبة لسين هيكون طبعا سالب واحد على ألف زا ألف سين زائد به زي ما اتفعنا وقلنا مشتقط القا قا زا يبقى أكيد تكامل القا زا هو القا كذلك مشتقة القطة كنا قلنا سالب قطة زتا يبقى مؤكد تكامل القطة زتا القطة زتا هو سالب قطة كذلك مشتقة الزتا كان قطة تربيع يبقى أكيد تكامل القطة تربيع هو الزتا مع طبعا وضع في الاعتبار في حالة الاشتقاق بنضرب في مشتقة الزاوية أما في حالة تكامل بنقسم على مشتقة الزاوية كده عرفنا قواعة الاشتقاق تعالوا مع بعض نشوف الأمثل أول مثال معايا بيقول لي تكامل جاء اتنين سين بالنسبة لسين طبعا تكامل الجاء هيكون سالب جتا ولكن لازم أقسم على مشتقط الزاوية هنا الزاوية اسمها اتنين سين مشتقطها اتنين يبقى لازم أقسم على اتنين وبالتالي أصبح تكامل جاء اتنين سين هو سالب نص جتا اتنين سين ليه قلنا سالب؟ لأن تكامل الجاء سالب جتا وليه قلنا نص لأن لازم نقسم على مشتقط الزاوية اللي هي اتنين سين طبعا ما نساش ثابت التكامل مثال ثاني تكامل ستة جتة ثلاثة سي اتفقنا التكامل الجتة هو جا وكمان هنقسم على مشتقة الزاوية هنا مشتقة الزاوية اللي هو ثلاثة وبالتالي هقسم الستة على ثلاثة هحصل على اتنين يبقى اصبح الناتج النهائي للتكامل هو اتنين جا ثلاثة سين زائد ثابت التكامل ثالث تالت أربعة قاطر بيع نص ثلث سين بالنسبة لسين زي ما اتفقنا وقلنا تكامل القاطر بيع هو زا وهنقسم كمان على مشتقة الزاوية هنا الزاوية اسمها ثلث سين مشتقة ثلث يبقى أنا هقسم على ثلث وبالتالي هقوله أربعة على ثلث طبعا أربعة على ثلث يعني اتناشر يبقى اتناشر قاطر تلث سين زائد ثابت التكامل طيب تكامل قاطر خمسة سين زا خمسة سين هنعرفين أن مشتقة القا قازة يبقى أكيد تكامل القازة هو قا وطبعا لازم أقسم على مشتقة الخمسة سين اللي هو الخمسة عشان كده الإجابة تبقى خمس قا خمسة سين زا سابت التكامل طيب اتناشر قطع تلاتة سين زا تلاتة سين بالنسبة لسين قطع زا تكاملها هيكون سالب قطع ثم هنقسم على تلاتة اللي هي مشتقة التلاتة سين واثناشر على تلاتة فيها الأربعة يبقى أصبح الناتج النهائي سالب أربعة قطع تلاتة سين زا سابت التكامل طيب اتنين قطع تربيع ربع سين هنقلنا مشتقة الزطة سالب قطع تربيع يبقى أكيد تكامل القطع تربيع هيكون سالب زطة وهارجع كمان هأسم على معامل سين اللي هو ربع اتنين على ربع يعني تمانية بكده هيكون نتيجة التكامل هو سالب ثمانية زا سابت التكامل دي أمثلة مباشرة جدا على تطبيق القوانين تعالوا نشوف مجموعة أخرى من التمارين المثال معاه بيقول لي تكامل تلاتة جاة تلاتة سين نقص أربعة جاة اتنين سين زادي عشرين قطع بيها خمسة سين بالنسبة للمتغير سين دول سلاس حدود كلهم قابلين للتكامل الجاة تتكامل والجاة تتكامل والقطر بيها كمان تتكامل بالنسبة للحد الأول اللي هو الجاة طبعا تكامل الجاة سالب جاة وهأسم على تلاتة هتتحزف مع التلاتة الموجودة أمام الجاة يبقى أصبح أول حد تكامل وهو جاة تلاتة سالب جاة تلاتة سين الحد الثاني جاة اتنين سين تكامل الجاة هو جاة وهأسم على الاتنين يبقى أصبح 2 جا 2 سين لحد الثالث قاتر بيع 50 تكاملها يبقى زا وهقسم على 5 طبعا 20 على 5 فيها الأربعة يبقى أقول 4 زا 5 سين وكده يكون الناتج نائل التكامل هو سالب جا 3 سين ناقص 2 جا 2 سين زايد 4 زا 5 سين إوعى تنسى ثابت التكامل مثال الثامن تكامل جا 4 سين جا 2 سين زايد جا 4 سين جا سين بالنسبة لسين طبعا أنا ما عنديش تكامل حاصل ضرب دلتين دلوقتي أنا أمامي علاقة اسمها جا 4 سين جا 2 سين زايد جا 4 سين طيب لو أنا ركزت في صيغة السؤال الأمامي جا جا زايد جا جا هذا الستايل وهذه النغمة تم دراستها في حساب المثلثات في الصف الثاني السنوي جا جا زايد جا جا هذه الصيغة كانت اسمها قانون جا الفرق قانون جا الفرق اللي تم دراسته في الصف الثاني السنوي في حساب المثلثات وبالتالي أنا ليه قلت جا الفرق لأن الإشارة بينهم هنا إشارة مجابة وإحنا كنا واخدين في قانون جا المجموع بتبع الإشارة سالبة وجا الفرق بتبع الإشارة مجابة اللي أمامي ده مفقوق جا الفرق طيب الفرق بين مين ومين الفرق بين 4 سين وسين وبالتالي أنا قدر أقول دي عبارة عن جا 4 سين نقصين يعني تكامل جا 3 سين أصبح التكامل هنا سهل جدا طبعا تكامل الجا هو سالب جا هو جا وكمان هأسم على طلت يبقى أصبح الناتج النهائي طلت جا 30 زائد سابت التكامل إذن هذا المثال أنا استعملت فيه تطش حساب مسلثات درسناه في الصف الثاني السنوي وطالما أنا بتعامل مع تكامل دوان مسلثية يبقى غالبا غالبا هتعرض إلى قعدة حساب مسلثات تم درسيتها سواء في الصف الأول السنوي أو الصف الثاني السنوي عشان كده بنبه أبناء الطلاب لما تيجي تدرس تكامل الدوان المسلثية لازم تكون متسلح بكل قوانين حساب المسلثات اللي انت درستها في الصف الأول السنوي وفي الصف الثاني السنوي زي المثال الأخير اتعرضنا إلى قعدة اسمها قعدة جتا الفرق اللي درسناها فيه تانية سنة تعالوا نشوف مثال آخر تكامل قاسين مضروبة في قاسين زائد زاصين بالنسبة لسي طبعا زي ما اتفعلنا أنا ما عنديش تكامل حاصل ضرب دلتين تعالوا نضرب القا داخل القوس ونشوف ايه اللي هيحصل معنا طبعا قا في قا بقا تربيع وقا في زا يديني قا زا كده اصبح عندي تكامل قا تربيع سين زائد قا سين زا سين الحد الأولاني اللي هو قا تربيع تكامله زا والحد التاني قا زا تكامله قا وبالتالي اصبح كده الحدين قابلين للتكامل بشكل مباشر ونلاحظ كمان هنا ان معامل سين بواحد وبالتالي مش هيسمع معنا يبقى اصبح الناتج نائي هو زا سين زائد قا سين زائد سابت التكامل مثال التالي تكامل واحد على واحد ناقص جا تربيع سين بالنسبة لسين لو احنا بصينا في المقام كويس وواحد ناقص جا تربيع بالطبيعي جدا انا كطالب علم الرياضة اكون عارف كويس جدا ان واحد ناقص جا تربيع هي جا تربيع ده قانون درسناه في الصف الاول السنوي احنا عارفين كويس جدا ان جا تربيع اي زاوية زائد جا تربيع نفس زاوية دائما وابدا بيساوي واحد وبالتالي اقدر اقول ان جا تربيع هي واحد ناقص جا تربيع المسال امامي في المقام واحد ناقص جا تربيع اقدر استردله بجا تربيع يبقى اصبح شكل التكامل هو تكامل واحد على جا تربيع سين واحنا عارفين كويس جدا ان واحد على جا هو القا يبقى اكيد واحد على جا تربيع هو قا تربيع يبقى اصبح التكامل هو تكامل قا تربيع سين بالنسبة لسين بعد ذلك التكامل قا تربيع احنا عارفينه كويس جدا اللي هو الز يبقى اصبح ناتل التكامل هو زا سين زائد ثابت التكامل ايضا في هذا المثال لحظوا ان احنا اتعرضنا الى قواعد حساب المثلثات يعني انا لو مش عارف ان واحد ناقص جا تربيع بجا تربيع طبعا مؤكد هتعطل في حل هذا التمرين عشان كده يجب الاهتمام بكل قواعد حساب المثلثات بالذات اللي درسناها في أول سنة وفي تانية سنة المثال التالي تكامل تلاتة جا تربيع سين زائد تلاتة جا تربيع سين زائد زا تربيع خمسة سين بالنسبة لسين طبعا ابناء طلاب نخلي بالنا انا ما عنديش تكامل مباشر لجا تربيع ولا حتى تكامل مباشر لجا تربيع ولا حتى تكامل مباشر لزا تربيع طيب هنحل المشكلة دي ازاي لو احنا بصينا كويس على اول حدين تلاتة جا تربيع سين زائد تلاتة جا تربيع سين لاحظوا لو احنا خدنا تلاتة عامل مشترك من اول حدين بالشكل الاتي يبقى اللي بين القسين جا تربيع زائد جاتا تربيع وطبعا اكيد انا عارف ان جاتا تربيع زات جاتا تربيع تساوي واحد يبقى اصبح ناتج التكامل هو 3 في 1 زائد زا تربيع سين يعني 3 زائد زا تربيع سين طيب بالنسبة للتلاتة تتكامل طيب زا تربيع سين زي ما اتفعل ما عنديش لها تكامل مباشر يبقى انا هبدأ اعمل الاتي هجزة التلاتة الى 2 زائد واحد مش 2 زائد واحد هي التلاتة طب ليه اسمتها 2 زائد واحد عشان يظهر لي الجزء اللي هو واحد زائد زا تربيع وبرضو من اولى سنوي انا عارف كواس جدا ان واحد زائد زا تربيع بقا تربيع يبقى اصبح الناتج النهائي لهذا التكامل هو 2 زائد قا تربيع 50 بالنسبة للسين كده اصبح الاثنين حد جابري يتكامل بكل سهولة وقا تربيع 55 ايضا تتكامل بكل سهولة وبالتالي اصبح ناتج التكامل هو 2 سين زائد 5 زا 50 زائد ثابت التكامل بأكد للمرة التانية لاحظوا ان انا استعملت قواعد حساب مسلسات تم دراسته في السنوات السابقة عشان كده لازم قبل مدرس تكامل الدواءة المسلسية احط قدامي كل قوانين حساب المسلسات اللي انا درستها في المراحل السابقة ومؤكد هستعملها في كتير من المواقف زي الامثلة اللي احنا بنشوفها مع بعض تعالوا نشوف مثل الآخر تكامل جا سين زائد جا تا سين لكل تربيع بالنسبة لسين طبعا انا ما عنديش تكامل قوس مرفوع لقصه جواه ده لمسلسات اذا ما فيش امامي غير ان انا ابدأ افك هزا القوس واعنا عارفين ان قوس قس الاثنين بتفكي سلاسات حدود مربع الاول ومربع التاني ثم الاول في التاني في اتنين بالتاني هكون تكامل جا تربيع سين مربع التاني زائد جا تا تربيع سين بعد ذلك الاول في التاني في اتنين يعني اتنين جا سين جا تا سين بالنسبة لسين بعد ذلك هشتغل مهارات حساب المسلسات طبيعي أن أنا عارف أن جا تربيع سين زائد جا تربيع سين تديني واحد يبقى أول حدين دول بواحد طيب اتنين جا سين جا تسين أيضا هذه الصيغة صيغة مهمة جدا تسمى صيغة جا ضعف الزوية يعني جا ضعف الزوية الأمامة يعني جا اتنين سين وبالتالي أصبح الناتج النهائي لهذا المقدار هو واحد زائد جا اتنين سين يبقى أنا قدرت أحول هذا القوس بعد فكه واختصاره واستخدام قواعد حساب المثلثات وصولت أن التكامل أصبح هو تكامل واحد زائد جا اتنين سين أصبح لحدين سهلين جدا للتكامل بالنسبة للواحد تكامل سين وبالنسبة لجا اتنين سين تكاملها سالب نص جا تا اتنين سين طبعا ما نساش زائد سابد التكامل المثال التالي بس قبل نقول المثال التالي عايزة نبه أبناء الطلاب إلى شيء مهم جدا زي ما قلت مشوية ما عنديش تكامل مباشر لجا تربيع ولا حتى تكامل مباشر لجا تربيع ولا حتى تكامل مباشر لزا تربيع طيب لو أنا تعرضت في أحد التكاملات إن أنا مضطر أكامل جا تربيع أو حتى جا تربيع أو حتى زا تربيع هنتصرف إزاي هنا هنشتغل قواعد حساب المثلثات وهي معروف إن جا تربيع أي زاوية هو عبارة عن نص ناقص نص جاتة ضعفة هذه الزاوية ثاني جا تربيع سين عبارة عن نص ناقص نص جاتة التنسين هذه العلاقة وعلاقة حساب المثلثات من السهولة جدا إن أنا أقدر أثبت طيب طيب إيه الفايدة إن أنا عملت كده الحدين اللي هما نص ناقص نص جاتة التنسين قبلين للتكامل وبالتالي لما يجي لي تكامل جا تربيع أحول أنا الجا تربيع إلى هذا الجزء اللي هو نص ناقص نص جاتة ضعف ثم أبدأ أكامل هذا المقدار ده كده حلينا مشكلة جا تربيع طيب جا تربيع نفس القانون تماما مع اختلاف فقط الإشارة اللي بين الحدين يعني نص زائد نص جاتة ضعف يبقى أنا تذكر جيدا إن الجا تربيع نص نقص نص جاتة ضعف بينما جاتة تربيع نص زائد نص جاتة ضعف يبقى أنا كده قدير تحل مشكلة تكامل جا تربيع وقدير تحل مشكلة تكامل جاتا تربيع يتبقى ليه زا تربية إحنا عرفين من أول سنة وإنه واحد زا تربيع بقوة تربية وبالتالي يقدر أقول أن زا تربيع عبارة عن قا تربيع ناقص واحد طب ليه بنعمل كده؟ لأن قا تربيع يمكن تكاملها والواحد أيضا يمكن تكامل وبالتالي لو أنا اضطريت أكامل جا تربيع أو جا تربيع أو زا تربيع يبقى لازم أستخدم هذه التحويلات تعالوا نشوف فصيل تكامل جا تربيع سي زي ما اتفقنا ما عنديش تكامل مباشر لجا تربيع يبقى أنا هاتطر هضع مكان جا تربيع سين نص زا instagram جا تربيع إضاف يبقى أنا هقول له التكامل عبارة عن تكامل نص زا Training جا تربيع بالنسبة للنص يتكامل نص سين وبالنسبة نص جا تربيع اتنين سين تتكامل ربع جا اتنين سين ليه قولنا ربع ما نساش أن الجا تتكاملها جا ولازم أقسم على مشتقة اتنين سين اللي هو اتنين لما أقسم نص على اتنين هحصل على الربع يبقى أصبح الشكل النهائي لهذا التكامل هو نص سين زائد ربع جاء اتنين سين زائد ثابت التكامل نسائل التالي تكامل زاء سين زائد جاتا سين الكل تربيع بالنسبة ايضا اذا ما اتفقنا من شوية ما عنديش تكامل قوس جواه ده المثلثية مرفوع الايوس اذا انا هنا مضطر ابدأ اقوم بفك هذا القوس طبع قوس اتنين بتفكر تلت حدود زي ما اتفقنا تكامل مربع الاول زاء تربيع سين مربع التاني جاتا تربيع سين بعد ذلك الاول في التاني في اتنين يعني اتنين زاء سين جاتا سين بالنسبة لسين طيب زاء تربيع ما عنديش تكامل له زي ما اتفقنا جاتا تربيع ما عنديش تكامل له طيب اتنين زاء سين جاتا سين دي ممكن هتعامل معها بكل سوء بالنسبة لزا تربيع هستبدلها بقا تربيع ناقص واحد وبالنسبة لجتا تربيع هستبدلها بنص زائد نص جتا اتنين سين وبالنسبة لاتنين زا سين جتا سين أقدر أختصر أو أفك الزا جا على جتا والجتا اللي موجودة في المقام هتتحزف مع الجتا اللي جنبها وبالتالي أصبح هذه الجزئية عبارة عن اتنين جا سين تاني الزا هنفكها جا على جتا الجتا اللي موجودة في المقام هتتحزف مع جتا سين هيتبقى ليه اتنين جا سين بكده أنا حولت تلات حدود إلى حدود أخرى كلها سهلت التكامل الزا تربيع فكناها بقا تربيع ناقص واحد وبالتالي نقدر نكامل جزئين دول كذلك جتا تربيع قدرت أعوض عنها بنص زائد نص جتا أضع كذلك اتنين زا سين جتا سين قدرت أخصرها إلى اتنين جا سين أصبحت هذه الحدود اللي أمامي كلها قابلة للتكامل بس قبل ما أعمل عملية تكامل هدى الأول أعمل عملية اقتصاب يبقى قا تربيع سين سبتها زي ما هي سالب نص زائد سالب واحد زائد نص تعتبر سالب نص وبقى الحدود كما هي بقى نص جتا اتنين سين زائد اتنين جا سين بالنسبة لسين بتاع ربقى انكامل أول حد اللي هو قا تربيع تكامله زا والسالب نص تكامله سالب نص سين واثنين جتا نص سين تكاملها ربع جا اتنين سين واثنين جا سين تكاملها سالب اتنين جتا سين ما نساش طبعا زائد ثابت التكامل بكده خلاص قدرت أجيب تكامل زا سين زا جتا سين لكل قص اتنين باستخدام مهارات الفك الجابري العادي ثم استخدام التحولات اللي اتفقنا عليها وايضا استعملنا بعض قواعد حساب المثلثات زي الجزئية بتاعة الظافة كانها جاية على جتا نشوف المثال التالي بيقول لي اذا كان ميل المماس للمنحنة صاد دل السين عند اي نقطة عليه هو قاتر بيع سين ناقص جاسين وكان دلت باي على الاربعة تساوي جزر اتنين على اتنين اوجد دلت باي طيب هذا المثال ابناء الطلاب هو مثال هامل الغاية بيقول لي اذا كان ميل المماس للمنحنة هو قاتر بيع سين ناقص جاسين اذا المقدار قاتر بيع ناقص جاس هو يمثل ميل المماس المنحنة ده معناه انه بيمثل المشتقة الاولى للدلة يعني في هذا المثال هو مديني المشتقة الاولى جهزة وعايز يرجع لاصل الدلة يعني عايز يجيب الدلة الاصلية ويعود كمان عن سين ببعض طيب طالما انا معايا الدلة المشتقة ازاي ياولاد ارجع الى الدلة الاصلية يبقى انا هعمل عملية عكس الاشتعاق عكس الاشتعاق يعني ان انا هكامل يبقى انا هبدأ اكامل هذا المقدار هرجع بيها للدلة الاصلية يبقى انا هقول له دل شورة سين اللي هي قا سين قاتر بيع سين ناقص جاسين دي الدلة المشتقة عشان أرجع لأصل الدلة يبقى لازم أعمل عملية التكامل طيب هتابلني مشكلة عملية التكامل هيظهر فيها ثابت التكامل هو لازم يرمي لي معلومة في السؤال من خلالها أقدر أجيب ثابت التكامل لحظوا نوع إيه اللي إن دلت باي على أربعة بتساوي إجازة اتنين على اتنين هذه المعلومة معطاة في السؤال عشان خاطر أجيب بيها ثابت التكامل يبقى أول حاجة نخلي بالنا ليه دي مسألة تكامل طبعا بعض الطالب يقول لي هنعرف انه ليه مسألة تكامل لأنه ما فيش قدامي رمز التكامل بشكل واضح نخلي بالنا ابناء الطلاب دي نوعية مهمة جدا من التمارين هو الراجل مديني ميل المماثل المنحنة يعني مديني المشتقة الأولى للدل طيب طبعا أنا مديك المشتقة الأولى وعايزة جيب دلت باي يعني عايزة عود في الدلت الأصلية عن سين باي طب هي فين الدلت الأصلية أنا معايا الدلت المشتقة يبقى إذن ده معناه إن أنا هقوم بإجراء عملية التكامل هبدأ أقوله تكامل ده الشرطة سين اللي هو دلسين ترجع لأصلها وتكامل للقاطر بيع بزا وتكامل الجا بسالب جاتة مع السالب الموجودة تقلب معايا جاتة يبقى أصبح دلت سين عبارة عن تكامل قاطر بيع سين نقص جا سين بالنسبة لسين يبقى دلت سين عبارة عن زا سين زائد جاتة سين زائد سابت التكامل طيب يبقى أصبحت الدلت اللي أنا هتعامل معها هي دلت سين تساوي زا سين زائد جاتة سين زائد سابت التكامل طيب عايزة أحل مشكلة هذا السابت بحتاج أجيب قيمة السابت بكامل هو رامي لمعلومة في السؤال بيقول لي دلت b على 4 بتساوي جزر 2 على 2 يعني هاجي في الدلت اللي أنا حصلت عليها واستبدل كل سين ب b على 4 واساوي الناتج بجزر 2 على 2 يبقى أصبح دلت 4 جزر 2 على 2 ده معناه أنه زاقه 45 تعليم كتيلة 45 تعليم كتيلة because بتساوي جزر 2 على 2 بكل اسهولة هقدر حصل منها على إن السابت هيساوي سالب واحد طيب جبنا السابت بسالب واحد يبقى أصبحت الدلة الأصلية هي دلة سين بتساوي زا سين زاد جاتة سين ثم بقى هشيل سابت التكامل ونضع مكانه سالب واحد كده خلاص حصلت على الدلة الأصلية من خلال الدلة المشتقة بعد ذلك هو عايز مني دلة باي يعني إيه دلة باي يبقى أنا هبدأ أعود عن كل سين باي طبعا باي تكافع هنا 180 درجة يبقى أصبحت دلة باي عبارة عن زا 180 زاد جاتة 180 ناقص واحد زا 180 طبعا بصفر جاتة 180 بسالب واحد يبقى سالب واحد وكمان سالب واحد تانية هحصل على سالب اثنين وبالتالي أصبحت دلة باي بتساوي سالب اثنين المثال الأخير هو مثال زوء أهمية خاص ليه لأن ما فيش قدامي علامة التكامل بشكل واضح وصريعا أنا بفهمي للمنهج لازم أكون عارف كويس جدا أن دي مسألة تكامل يعني توقع هو في المتحان مش يقولك اجري عملية التكامل انت بدافع منك تكون عارف أن دي مسألة تكامل طبعا هعرف فينين أن هي مسألة التكامل هو الراجل بديك المشتقة الأولى للدلة بديك المشتقة الأولى وعايز يجيب دلة باي دلة باي دية يعني ايه يعني في الدلة الأصلية عوض عن سيم باي طب هي فين الدلة الأصلية أنا ما عنديش دلة أصلية يبقى أنا من الدلة المشتقة لأنه قمت بإجراء عملية التكامل هرجع للدلة الأصلية هتابعني مشكلة وهي ثابت التكامل عشان كده هيرمي لي معلومة أجيب بيها ثابت التكامل ومن خلالها قدر أعرفت الدلة الأصلية بشكل كامل وقدر أجيب له دلة باي بكل سود هذه نوعية من التمارين هي نوعية زوم وصفات خاصة ومهمة جدا لأبناء الطلاب كده أبناء الطلاب امتهينا من هذا اللقاء اتعلمنا فيه إزاي نجيب تكامل الدوال المسلسية وعرفنا كمان أنه مهم جدا أنه أتسلح بجميع قواعد حساب المسلسات اللي تم دراستها في أول سنوي وتانية سنوي لأنه مؤكد مؤكد هتعرض لها وأنا بجيب تكاملات الدوال المسلسية كمان عرفنا أنه ما فيش تكامل مباشر اللي جاء تربيع ولا حتى جاء تربيع ولا حتى زاء تربيع عرفنا التحولات اللي من خلالها نقدر نجيب بيها هذه التكاملات أخيرا كمان عرفنا إزاي نعرف أن المسألة مسألة تكامل رغم ما فيش رمز التكامل أمامي هو غالبا هيكون مديني المشتقة الأولى للدلة أو ميل المباسة المنحنة وأنا محتاج الدلة الأصلية وبالتالي هعمل عملية تكامل هتصدم بثابة التكامل هيرميلي معلومة أجيب بيها ثابة التكامل طيب عايز أربيع كمان لحاجة مهمة جدا أحيانا في بعض التمارين بيديني المشتقة التانية وعايز يرجعني للدلة الأصلية طالما معي المشتقة التانية وعايز يرجع للدلة الأصلية يبقى أنا هكامل مرتين طيب طالما هتكامل مرتين يبقى أنت هتصدم بثابتين مع كل تكامل معه ثابت طالما معك ثابتين هيرميلك في المسألة معلومتين تجيب بيهم هذه السوابت بكده هقدر أحصل على الدلة الأصلية وشوفوا عايز مني إيه في السؤال كده ابناء الطلاب انتهينا من هنا للقاء نتمنى تكون فهمته كويس جدا مع قطيب تمانيات الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته